سلم وفد بطرياركي أنطاكي قدم من سوريا إلى الأردن سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس مبلغاً مالياً لدعم الأشقاء في غزة وهو عبارة عن تبرع من غبطة البطرياركي يحنى اليازجي بطرياركي أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وعموم الرعية الأرثوذكسية الأنطاكية وأكد الوفد المؤلف من المتروبوليت أثناسيوس فهد متروبوليت اللاذقية والمتروبوليت أفرام معلولي متروبوليت حلب على وحدة الحال بين الأشقاء حاملين لكنيسة القدس رسالة المحبة الأخوية وعودة الشركة الكنيسية ما بين بطرياركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وبطرياركية الروم الأرثوذكس البقدسية الحقيقة الخطوة هي إلى معاني كثير كبيرة المقصود يعني إعادة الشركة اللي هي أولا رغم كل الحقائق مهما سمت ورغم الثوابت مهما ثبتت يبقى صوت المحبة هو الأعلى والأهم ونحن بحاجته خاصة بهالأيام العصيبة وتحديداً بهالمنطقة العامة المرفية هلأ فلسطين شعبنا بفلسطين عامة وبغزة خاصة ونحن أسمان سينا الجراح والألم العيشين بسوريا وما زلنا من أثار الحرب والضيق والظروف العامة المرفية فإجت القرار لترح صاحب الغبطة بمبادرة منه وتبناه جميع آباء المجمع الأنطاكي المقدس بفرح عظيم وموافقة على إعادة الشركة بين الكنيستين الشقيقتين خاصة بهالظروف إلى بعض مهم أولاً تثبيت العلاقة الأخوية التاريخية اللي عمرها 2000 سنة ما بين الكنيستين أثنين أنه مهما كانت الظروف الصعبة اللي مرت فيها الكنيسة السابقة والعمل مرت فيها حالياً وأيضاً رغم الثوابت مثل ما حكيت مهما كانت شو ما كانت تكون سواء كانت اللي نحكي لاتنا منصمم عليها ومنأكد عليها أيضاً العرف التاريخي لحدود البطريكيات أو الكنائز أو الدول بيبقى صوت المحبة مثل مقلد اللي هو شعبنا عمي نادي فيه ونحن أيضاً عمي نادي فيه هلأ عمي نثبته